الجزائر تونس ومصر دول الجوار الليبي القلقة من استمرار الأزمة في ليبيا التي أقفلت عامها السادس ارتقى وزراء خارجياتها في العاصمة تونس لاستعراض نتائج الاتصالات التي أجرتها العواصم الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية لحلحلة الأزمة والتفعيل تسوية سياسية شاملة كما تعلمون نحن التقينا بعدد من المسؤولين الكبار في ليبيا والموقف الجزائر معروف ونحن مع حل سياسي ونحن مع حوار شامل ليبي ليبي يجمع بين ليبيين من كان وراء هذه الأزمة فلابد أن يكون كذلك مع الحل سواء كان الدول الغربية أو الأمم المتحدة الوزير مساهل نفى وجود أي خلاف مع مصر بخصوص الملف الليبي رغم أن مصر لا زال تمثل الداعم الرئيسي للجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي وجه صفعة للجهود السياسية بعد رفضه الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الفايز السراج في القاهرة فالموقف كان واضح لكل الجيران من بابهم جزائر تونس مصر نيجر سودان يعني هذا كلهم تشار كذلك هذا كلهم يعني مع الحل السياسي مع الحوار ليبي ليبي مع عدم تدخل في شؤون داخلية للبلدان هذه يعني مواقف أظنى تجمع الجميع وتجمعنا كدول الجوار اجتماع دول الجوار الليبي في تونس يأتي تفعيلا للمبادرة التي طرحها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والتي تنص على رفض التدخل العسكري والتأكيد على الحوار وتذليل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاق سخيرات ومواصلة دعم منظمة الأمم المتحدة كمظلة أساسية للحل السياسي هذا ومن المرتقب أن تعقد قمة على مستوى قادة دول الجوار الليبي في العاصمة الجزائر في وقت لاحق